اشتركوا في القناة اهم طرفين في القصة ديت الدكتور الاساسي بتاع العيان يقول اللي هو ليكن مثلا دكتور الاوعية دكتور القلب دكتور الكلا دكتور الكبد ودكتور التغزين الاثنين دول لازم ياخدوا قرار بالتعاون طبعا مع المريض وبعد ما يفهموه ليه هو ما ينفعش يصوم او ليه ينفع يصوم خد بالحضرتك يعني بالنسبة لحاجة زي الكبد مثلا اولا قصة الكبد دي واسعة جدا محتاجين نعرف هل فيه تلايف ولا لا بغض النظر عن سببه ممكن يكون سببه دهون على الكبد ممكن يكون سببه فيروسات كبدية ممكن يكون سببه حاجة قديمة مثلا زي دا وقديم او حاجة هل الوضع بتاع الكبد يستحمل الصيام او لا لا والفكرة ما هيش انا اقدر ولا ما اقدرش ما انت اخد بالك ممكن تكون بتقدر لكن في الاخر ده بيأذيك صحيا يعني مش لازم ان الكبد يطلع يقولك لا انا بتأذي لا ممكن يكون ده بيحصل وبيتجمع بنقول عليه كاميولاتي يعني متراكم الحاجة التانية بالنسبة مثلا لمرضى الكلا مهم جدا ان احنا نشوف المريض ده محتاج يشرب ولا لا تأثير قلة المية خصوصا في جو زالي موجود دلوقتي وخسران السوايل اللي بيحصل هل هيبقى مؤذي على الكلا اه ولا لا والكلام ده محتاج يتتابع برضو بالنسبة لمرضى القلب هل هينفع ولا مش هينفع كمان في فئة بتعدي كده محدش بياخد باله منها وهي فئة الناس اللي عاملين عمليات سمنة لازم القصة دي تكون بحذر شديد خد بالك انت اصلا لما عملت العملية ديت ما كنتش بتحس بالجوع يعني انت اكتر من غيرك تقدر ان انت تقعد فترات طويلة من غير ما تحس بالجوع وتقدر تصوم لكن تأثير ده بيختلف من حد للتاني يعني ايه يعني فيه بني ادم عنده من نواقص المعادن والفيتامينات اللي ما يسمحلوش ان هو يقدر ان هو يعمل حاجة زي كده فالكلام دوت لازم يكون مع الدكتور بتاعه او دكتور التغذية عشان ياخد هذا القرار واخد بالك القرار مش يبيض يسود يعني من الممكن ان انت تنفع تصوم ومن الممكن ان انت ما تنفعش تصوم ومن الممكن الامر يكون في الوسط يعني يكون ليك طبعا طبعا لتحليلك وطبعا لوضعك الصحي ايام من الصيام تتبعها ايام من الفطار كما لو كنا بنشحن وبنفرغ بالزبط كده فطبعا احنا بننصح الناس كلها ما تاخدش القرار من نفسها مش فكرة ان ان انت قادر ان انت تصوم ده معناها ان انت تصوم لا خد بالك ممكن تكون قادر وبتصوم فعلا بس بتتأذي صحيا وده طبعا مش مرجو او مش مطلوب من الصيام وعشان كده ربنا وفررنا رخص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة